اشتركوا في القناة لا نعرف هل هي صحيحة هل هي المستقبل بالنسبة لنظريات الفيزياء التوحيدية كما سأشرح ولكن عدد الأشخاص الذين طلبوا مني أن أتناول هذه النظرية بعد أن تناولت نظريات عديدة جدا في العلوم عدد هائل جدا حتى من العامة ومن المثقفين ومن العلميين شهيرة جدا هذه النظرية لماذا هي شهيرة جدا؟ لأنها أولا جميلة وأنيقة كما سأشرح ولكن لأنها طموحة جدا هذه النظرية تصب إلى توحيد قوى وتفاعلات ونظريات الفيزياء كلها ما معنى التوحيد وماذا نوحد بالضبط؟ في الفيزياء لدينا أربعة قوى أساسية في الطبيعة في الكون هي الجاذبية الكهرومغناطيس القوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية هذه القوى تم توحيد بعض منها يعني زمان قبل قرنين أو ثلاثة كنا نعتقد أن التفاعل الكهربائي أو قوة الكهرباء هي مختلفة إلى حد ما وإن كانت مشابهة لقوة المغناطيس ولكن بعد أن تم التقدم في الفيزياء وظهر شخص مثل ماكسويل تم توحيد الكهرباء مع المغناطيس وصرنا الآن العالم كله يتحدث عن الكهرومغناطيسية ثم خلال ستينيات وسبعينيات ظهر بعض العلماء منهم عالمنا الكبير محمد عبد السلام الباكستاني الذي حاز على جائزة نوبل تمكنوا من توحيد هذه القوى الكهرومغناطيسية مع القوى النووية الضعيفة وأثبتوا أنهما وجهان لعملة واحدة إذا شئنا أو وجهان لتفاعل واحد في الأساس وكانت هناك تنبؤات لبعض الجسيمات التي تثبت أن هناك فعلا توحيد لهذه القوى وتم البحث عن هذه الجسيمات وتم العثور عليها في المسرعات الكبرى وأعطي العلماء الثلاثة مع عبد السلام جلاشا وواينبرغ جائزة نوبل وحصل الذين عثروا على هذه الجسيمات على جائزة نوبل وتم الاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي العلمي وهو توحيد هاتين القوتين ثم ظهر لنا في سبعينيات وثمانينيات نموذج علمي فيزيائي كبير يدعى النموذج المعياري موديل ستاندار هذا النموذج يوحد في داخله في إطاره القوى الكهرومغناطيسية الضعيفة والآن صارت تدعى الكهر ضعيفة مع القوى النووية القوية وهناك أيضا بعض الجسيمات التي تثبت أن هناك تناظر وأن هناك تشابه بين هذه القوى وأنها أوجه أيضا لقوة أساسية واحدة بقيت قوة الجاذبية وهذه التي تعارك معها أينشتاين خلنا نقول لمدة عشرين أو خمسة وعشرين سنة الأخيرة من حياته حاول توحيد الجاذبية مع القوى الأخرى ذلك الوقت كان يتفاعل أكثر مع القوى الكهرومغناطيسية لماذا؟ لأن هناك تشابهات كبيرة بين التفاعل الجاذبي كيف تتجاذب مثلا الكواكب مع النجوم أو الكواكب مع الأقمار أو أي تفاعل جاذبي مع التفاعلات الكهربائية أو الكهرومغناطيسية إذا نظرنا مثلا إلى شحان كيف تتفاعل مع شحان أخرى كيف تشكل مثلا ذرات إلى آخره هناك تشابهات كبيرة بين هذه الظواهر بل هناك تشابهات في ظواهر كثيرة من الفيزياء منها مثلا الأمواج عندما ننظر إلى أمواج البحر مثلا وننظر مثلا نقارنها مع أمواج الجاذبية هذه التي اكتشفناها منذ بضعة سنوات يعني تشابه مذهل في الشكل وفي المعادلات التي ترسم لنا أو تصف لنا هذه الظواهر هناك تشابهات كثيرة في الطبيعة لظواهر هي تبدو كأنها مختلفة جذريا الواحدة عن الأخرى التفاعلات الكهرومغناطيسية لماذا تشبه تفاعلات الجاذبية؟ لكن الجاذبية كانت دائما يعني مؤرقة لماذا؟ لأن الجاذبية في الأساس حسب أينشتاين ونظرية أينشتاين النسبية العامة يعتقد الجميع أنها نظرية صحيحة ولدينا إثباتات كثيرة جدا لا تعد لا تحصى هي نظرية هندسية في الأساس هي نظرية تقول أن هناك انحناء للزمكان هو الذي يعطي للأجسام ذلك تلك الحركة ذلك التجاذب ليس لأن هناك كتل وتجذب بعضها ولكن لأن أي جسم سيحس بالانحناء المحلي وسوف يعني يتحرك وهكذا تحت تأثير ذلك الانحناء وبالتالي هما نظريتان نظرية الجاذبية أو نسبية العامة والنظرية الباقية اللي هو اللي قلنا هذا النموذج المعياري مختلفة في الأساس فلم نجد طريقة للتوحيد بينهما ثانيا أنه تبين لنا أننا إذا حاولنا النظر إلى جسيمات صغيرة جدا وننظر كيف تتفاعل جاذبيا يعني على مسافات قريبة جدا مسافات أقل من مسافة بلانك فإن المعادلات تعطي كميات لا نهائية هذه في الفيزينا نسميها انفجارات تنفجر علينا المعادلات تعطينا أرقام لا نهائية كأن الإنسان يحاول أن يقسم كمية على صفر فانفجارات هكذا وبالتالي اتضح أن هناك مشكلة في الأساس جوهرية يجب معالجتها بطريقة أو بأخرى لذلك ظهرت لنا هذه النظرية نظرية الأوتار التي تقول هي هذه الأجسام التي أنتم تتعاركون معها هذه سواء كانت إلكترونات أو بروتونات أو كواركات أو ما كانت أي جسيمات أي مادة كل المادة في الكون في الطبيعة هي في الأخير ليست مادة وإنما هي أوتار كيف أوتار ما معنى أوتار أوتار معناها من هذا الشكل هكذا مثل هذا أو دائرية مثلا لا أقصد بدائرة أقصد مغلقة مغلقة أو مفتوحة هكذا فإذا كانت تهتز بأي اهتزاز هكذا أي اهتزاز يحدث بهذه الطريقة سوف يعطيني ترددات معينة أو يعطيني مثلا سعة الاهتزاز هذه الترددات وهذا الاهتزاز هذا كل تردد وكل سعة وكل نمط من الاهتزاز يمثل جسيم بخاصية معينة سواء كانت كتلته شحنته الكهربائية إلى أخير إلى أخير فقالوا يجب أن نعود في الأساس وأن نصف كل الأجسام في الطبيعة بهذا النوع من الأوطار هذه الأوطار صغيرة جدا ربما يسأل الشخص يقول طيب ما لكن هذه الأوطار هل يمكن الكشف عنها؟ هو لا يمكن الكشف عنها لأنها صغيرة جدا 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 بمسافة بحجم أو يعني سمك هكذا 10 أس سالب 35 متر 10 أس سالب 35 متر ما معنى 10 أس سالب 35 متر معنى أنه لو جئت أنا مثلا جعلت الذرة الذرة اللي نعتبر أنها هي أصغر شيء في المادة الذرة هذه كبرتها بحجم مثلا الشمس والأرض خليت يعني مثلا نواة الذرة هي شمس وجعلت الأرض هي الإلكترون إلكترون حول نواة الأرض حول الشمس لو كبرت أنا الذرة إلى هذا الحجم هذا الوطر هذا هذه الأوتار تكبر إلى أي حجم تصير بحجم نواة الذرة تصوروا يعني بهذا التكبير وما زلنا الآن هذا الوطر هذا مزال أصغر من الذرة بل هو بحجم النوات لذلك من الاستحالة فعليا عمليا أن نكشف عن هذه الأوطار لكن النظرية تذهب إلى أبعد من هذا تقول ظهرت أولا سنة 1984 ظهر عالمان كبيران أعطوا قفزة لهذه النظرية هما مايكل جرين وجون شوارتس قالوا إذا وضعنا المعادلات في عشرة أبعاد مش أربعة أبعاد العادية ثلاثة أبعاد فضائية زائد بعد زمني عشرة أبعاد إذا وضعنا المعادلات في عشرة أبعاد والآن حاولنا نحل المعادلات للنظر في ماذا يحدث لهذه الجسيمات باعتبارها أوطار وتتفاعل فيما بينها حتى على مسافات أقل من مسافة بلانك فإن تلك الانفجارات تلك الكميات اللانهائية تختفي هنا قفزة عملاقة جدا هذا معنى أنه في أمل هنا في هذا التوجه في هذه النظرية بعدها بحوالي عشر أو اتناشر سنة ظهر لنا أدويتن أدويتن هذا أحد أكبر علماء الفيزياء حاليا بل كثير من الناس يعتبرون أنه أذكى شخص في العالم أذكى فيزياء أذكى عالم أدويتن قام بقفزة عملاقة أخرى سنة ستة وتسعين تقريبا قال أولاً أننا إذا أتينا إلى هذه النظرية التي عندما قلنا شوارتس وغرين عندما أخرجوا لنا هذه القفزة اتضح أن هناك مش نظرية وحدة التي تقوم بهذا هناك خمس نظريات مختلفة خمس نظريات هذه مشكلة لأن هناك تقدم ولكن في نفس الوقت لماذا خمس نظريات وأي وحدة من هذه النظريات سنأخذ فصار هناك شوية هكذا إرباك جاء أدويتن قال هذه الخمس نظريات هذه أثبت هو أنها هي أوجه مختلفة زوايا نظر تقريبات تشبيهات لنظرية أساسية سماها أم ثيوري ممكن أنا بالعربية أقول النظرية الأم أم أم هكذا هي الأساسية هذه النظرية قال نظرية الخمسة هذه لا تقلقوا منها إنما هي أوجه مختلفة لنفس النظرية طيب النظرية الأساسية هذه قال هذه معقدة ليست واضحة تحتاج عمل عمل كثير قال لكن واضح أن هناك نظرية في الأساس تتفرع أو تعطي أوجه مختلفة خمس نظريات وفي كل من هذه النظريات الآن في عشرة أبعاد وأحيانا في 11 بعد تعطيني هذه الحلول المناسبة جميل لكن الآن كيف الآن هل الكون هذا صار عشرة أبعاد 11 بعد مش عالمنا هذا ثلاث أبعاد فضائية وبعد زمني قال هذه الأبعاد الإضافية ستة أو سبعة يمكن تكويرها على نفسها على تلك المسافات الصغيرة جدا 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 تتكور على نفسها هكذا وتختفي معنى إذا نظرنا هكذا في عالمنا العادي حتى إذا نظرنا على مستوى الذرات والجزيئات والجسيمات لا نرى تلك الأبعاد ولكن في الأساس هي هناك موجودة هذه الأبعاد بمعنى آخر أنه في كل نقطة من الفضاء من الطبيعة من الكون كل نقطة هناك تكوير هناك كرات مكورة هكذا على تلك المسافات والأحجام الصغيرة جدا 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 طيب ولكن هل من الممكن الآن أن يخرج لنا العلماء هذه النظرية بشكلها يعني الراسخ الرصين حتى نعرف نخرج منها نتائج وتنبؤات أهنى المشكلة الكبيرة المشكلة الكبيرة لهذه النظرية أنها فيها بعض الإيجابيات وفيها بعض السلبيات دعني أبدأ بالسلبيات أولا لهذه النظرية أولا أنها كما قلت هذه الأوطار غير قابلة للكشف هذا واحد اثنين أنها بطريقتها لتوحيد هذه القوى كلها هي نظرية توحيدية في الفيزياء التوحيد هذا لا يمكن أن يحدث إلا عند طاقات عالية جدا جدا طاقات لا يمكن لنا لا اليوم ولا غدا ولا القرن الجاي ولا بعد ألف سنة أن نصل إليها بمسرعاتنا يعني نحن نتكلم عن مستويات لا يمكن أو عن نتائج أو تنبؤات لا يمكن التحقق منها عمليا لذلك كثير من العلماء ويمكن لكم أن تبحثوا وتجدوا مقالات لا حصر لها يعتبرون نظرية الأوطار هذه أنها نظرية غير علمية لماذا غير علمية؟ لأنها لا تقدم تنبؤات قابلة للفحص وللنقد هذه فلسفايابيليتي كنا تكلمنا عن هذه الفكرة سابقا في فلسفة العلوم أن أي نظرية حتى تكون علمية يجب أن تقدم لتنبؤات وأن أتمكن أنا من فحصي واختباري هذه التنبؤات والتحقق صحيحة أو غير صحيحة فهذه مشكلة ثانية ثالثا هذه النظرية تستوجب وتحتاج في داخلها وجود جسيمات فائقة سوبر سيمتري سوبر سيمتري فائقة التناظر يجب أن تسمى سوبر سيمتري التناظر الفائق ما معنى التناظر الفائق؟ كل جسيم موجود في الطبيعة له نظير يعني أي نظير مش مضاد مش الإلكترون عنده نظيره اللي هو الموجب بوزيترون لا هذا الإلكترون عنده نظير اسمه سيلكترون طيب وهذا وين هذا السيلكترون؟ والله الجماعة بيبحثوا عنه في كل المسرعات ولم يجدوا لا سيلكترون ولا سنوترينو ولا أي جسم من الأجسام كل الأجسام لها نظائر بكتل مختلفة إلى آخرين نبحث عنها لم نجد شيئا لكن هذه النظريات تستوجب وجود هذه الجسيمات المشكلة أنه إذا وجدنا هذه الجسيمات هذا لا يعني أن النظرية صحيحة لأن هناك نظرية كثيرة في الفيزياء تتنبأوا بهذا ولكن إذا لم نجدها هذه النظرية تقول ولكن عندنا مجال كبير من الكتل لازم تبحثوا بعيدا يعني لن تتمكنوا من ضحض أو نقض هذه النظرية هذه مشكلة أخرى تحوي هذه النظرية الآن على عشر أس خمسمائة حل ما هذا يعني عندما نحاول حل هذه النظرية ونخرج منها الكميات الفيزيائية الثوابط الفيزيائية الأساسية التي تمثل كوننا ما هي سرعة الضوء ما هي كتلة الإلكترون ما هو يعني أشياء كثيرة كذا التسارع التسارع الكوني أو التوسع الكوني إلى خير إلى خير الثوابط الفيزيائية المختلفة التي يعني كوننا مبني عنها عليها هذه الثوابط عندما نحاول إخراجها من هذه النظرية تخرج لنا كم حال؟ عشرة أس خمسمائة حال ما هذا عشرة أس خمسمائة حال؟ المشكلة أكبر من هذا حتى أن العشرة أس خمسمائة حال هذه ولا واحد منها تضحى مؤخرا يشابه أو يمثل كوننا يعني تمثل أكوان كثيرة حلول مختلفة إمكانيات مختلفة لأكوان لا حصر لها ولكن ولا واحد منها يشبه كوننا يعني هذه نظرية يعني تصف أكوان أخرى لا تصف كوننا فهذه مشكلة كبيرة جدا فهذه كلها سلبيات في النظرية ولكن مع ذلك هناك إيجابيات هامة كبيرة لهذه النظرية تحدث عنها بل معظمها أتبها أدويتا واحد أن هذه النظرية تعطي ما سماه بثنائيات ما هذه الثنائيات؟ أنها تعطي طرق رياضية للربط بين مجالات من الفيزياء أو من الرياضيات التي هي تبدو مختلفة تماما عن بعضها البعض كأنها جسور أو كأنها لغة ترجمة نقل من مجال إلى مجال يعني مثلا أنت حاب تنتقل من الجاذبية إلى الكهرومغناطيس تقول لي ليس هناك تشابه يعني هذا عالم و هذا عالم و هذا مجال و هذا مجال لا هذه النظرية تعطيك طريقة للانتقال من هذا إلى هذا عجيب نعم بل هناك أيضا ثنائيات تظهر حتى في الرياضيات حسب هذه النظرية مثلا مجال الهندسة الهندسة الأشكال إلى آخره و مجال نظرية الأعداد ما معنى نظرية الأعداد؟ الأعداد الصحيحة الأعداد الحقيقية الأعداد الأولية prime numbers كلها والنهائيات إلى آخره هناك نظرية كاملة في الرياضيات تدعى نظرية الأعداد يبدو أنه لا ليست هناك علاقة بين الأعداد وبين الهندسة هذه النظرية تعطيك ثنائية جوال التي تسمح لك بالانتقال من هذا إلى هذا شيء رائع جدا مهم جدا ولذلك النظرية جميلة جدا ولكن هذه النظرية كما قلت غير قابلة للإثبات ويعني غير مجدية في الأخير فقال أدويتن منذ حوالي سنتين ثلاثة لدي نص أختم به لأدويتن ينخص يعني موقفه الآن من هذه النظرية فقال سيظهر لكم النص باللغة الإنجليزية على الشاشة فقال أدويتن قال بالنسبة لي من غير المعقول أن يعثر البشر بالصدفة على مثل هذا الهيكل المذهل الذي يلقي الكثير من الضوء على نظريات فيزيائية راسخة وعلى العديد من فروع الرياضيات المختلفة قال يعني يعطيني هذا يعطيني أشياء تكلموا عن هذه الثنائية أشياء يعني هذا الهيكل هذا مش بالصدفة هكذا ويعني غريب أن يكون موجود ويعطي كل هذه القدرات ولكن في الأخير يطلع غير صحيح أو غير مجدي ثم أضاف قال هذا مهم جدا هذه الجملة الأخيرة له لدي ثقة بأن المشروع العام يقصد مشروع نظرية الأوطار يسير على الطريق الصحيح لكنني لا أدعي أن هذه الحجة التي قدمت هي مقنعة علميا رائع جدا أدويتا يعني يقصد أن هذه الأفكار هذه أفكار فلسفية جمالية أن هناك هيكل وهناك ثنائيات وهناك أشياء مذهلة إلى آخر لكن العلم لا يمشي بهذه الطريقة العلم يحتاج إثباتات وتنبؤات والتحقق واختبار وفحص وقياسة الأخيري الأخيري المهم أردت إعطاءكم فكرة عن هذه النظرية المدهشة حقيقة والغريبة والعجيبة التي لم تثبت قد تثبت في المستقبل وقد لا تثبت إطلاقا بل قد يتضع أننا كنا نسير في اتجاه خطأ وأننا فقط أغرينا بهذا الجمال فقط ننتظر المستقبل ولكن العلم جميل شكرا السلام عليكم شكرا السلام عليكم